الموضوع اللي عليه الدور اللي هكلم حضراتكم عليه موضوع عنوانه خالي من الجلوتين خالي من الجلوتين جملة هي بنسمعها كتير قوي الجملة دي انه حساسية ضد الجلوتين او ان المنتج ده خالي من الجلوتين وبنشوف في اماكن كتيرة زي مثلا سوبر ماركت او محلات بيع اغزية علامة او يفطى بتقول ان المنتجات اللي في الجزء ده من المكان خالية من الجلوتين دلوقتي بقى انا عايز اعرف حضراتكم بعض المعلومات عن الموضوع ده حساسية القمح او ما يعرف بالسيليك ديزيز او الداء البطني كلها اسماء متعددة لمرض واحد من امراض الجهاز الهضمي هذا المرض مرض مناعي ذاتي طويل الامد مناعي وذاتي يعني مناعي ذاتي يعني مش مناعي بمكتسب لا ده حاجة من امراض المناعية الذاتية ان الجسم هو اللي بيهاجم نفسه طويل الامد يعني مرض مزمن مش حاجة مثلا عارضة كده وبتختفي هذا المرض يؤثر في المقام الاول على الامعاء الدقيقة وهذا المرض يستلزم عدم تناول الجلوتين في الاطعمة ليه؟ لانه في الحالة دي لو المريض ده عنده الحساسية دي او عنده المرض ده وتناول اي طعام في جلوتين ده هيؤدي الى لقدر الله تلف الامعاء الدقيقة طيب ايه هو الجلوتين ده بقى؟ الجلوتين ده بروتين نوع من البروتينات موجود في القمح والشعير طيب هل في عوامل بتحفز ظهور هذا المرض؟ الاجابة اه؟ يعني في ناس عرضة للاصابة بالمرض ده اكتر من غيرهم؟ اه ايه هي العوامل دي؟ اول حاجة التاريخ الاسري يعني العمل الوراثي يعني غالبا اللي عندهم حساسية من الجلوتين هتلاقوا في تاريخ مرضي هتلاقي الاب الام الجد الجدة عمه عم خال وهكذا اللي عندهم التاريخ المرضي ده بيكون دول مؤهلين او كون عندهم قابلية للاصابة بحساسية الجلوتين او الداء البطني كمان الاصابة بمرض السكر من النوع الاول ومرض السكر من النوع الاول عشان حضراتكم تبعوا عارفين هو اللي هو طيب ايه اللي هو النوع الاول ده النوع اللي بيعتمد فيه علاجه على الانسولين الاطفال المصابين بمرض السكر من النوع الاول بيكون عندهم قابلية للاصابة بحساسية الجلوتين او الداء البطني ده اكتر من غيره كمان الاطفال اللي عندهم متلازمة دون او متلازمة تيرنر او الاطفال اللي عندهم امراض اخرى من الامراض ذاتية المناعة زي ايه زي امراض الغدة الدرقية ما بتيجي للاطفال او زي التهاب المفاصل الروماتويدي مش فينا تسمعوا على الناس يقولك انا ده عنده روماتويد الروماتويد ده على الفكرة بيجي الاطفال برضو مش لازم بيجي عند الكبار ولا عند الستات بس عشان في ناس فهم المواضيع دي غلط تمام كمان في امراض تانية بتحفز ظهور هذا المرض زي ايه زي حاجة اسمها التهاب القولون المجهري ومرض اديسون اعراض الحالة المرضية دي مربكة ومحيرة شوي ليه مربكة وليه محيرة هقولك لانها ممكن تحصل كلها او عدد كبير منها يعني عدد كبير من الاعراض وممكن في احوال تانية تلاقوا الاعراض قليلة طيب الاعراض بقى هي ايه تمدد البط يعني بيحصل انتفاخ في البط بيحصل اسهال في بعض الاحوال بيكون امساك فقدان الوزد الارهاق الغثيان والقيق الصداع الشعور بالتعب والاعياء وبعض اعراض تأثر الجهاز العصبي زي ايه زي التنميل في الادين والقدمين وبيزيد على الاعراض دي عند الاطفال كمان الشحوب انا على فكرة كنت بتكلم دلوقتي بصفة عامة يعني حتى لو حدم الكبار لكن عند الاطفال بقى يزيد الشحوب وسرعة الانفعال وبيبقى عندهم البراز الحقيقة متكتل ورائحة كريهة جدا لازم ناخد بالنا جدا من ان الحالة المرضية دي لابد من الاهتمام الشديد بالعلاج بتاعها او بمعنى اضاق الوقاية منها لان الاستهتار بيها او الاهمال في علاجها ممكن لقدر الله لقدر الله يؤدي لمضاعفات خطيرة زي سوء الامتصاص الغذائي او الانيميا بسبب سوء امتصاص الحديد او الام المفاصل او تدهور وظائف الطحال او الالتهابات المزمنة في الجلد وكمان ممكن تؤدي الاهمال يعني في علاج الحالة دي او عدم الان احنا ما ناخدش بالنا يعني عدم تحمل اللاكتوز وده مرض تاني برضو ممكن تؤدي كمان لوهن العظام نتيجة سوء امتصاص الكالسيوم وسوء امتصاص فيتامين دال وممكن تؤدي لضعف الخصوبة او الاجهاض التلقائي عند السيدات في الاطفال بتكون برضو المضاعفات خطيرة زي قصور النمو وقصر القامة وتأخر البلوغ واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وكمان بيكون فيه صعوبات تعلم ونقص التناسق العضلي العصبي ونوبات من التشنج غير طبعا الاصابة بانيميا نقص الحديد بسبب سوء امتصاص الحديد الوقاية في المرض ده هي نفسها العلاج ايه ببساطة؟ بتتمثل بكل بساطة في تناول المريض الغذاء الصحي بالنسباله ايه هو الغذاء الصحي؟ الخالي من الجلوتين وطبعا المريض ده لازم يتناول الخضار والفكهة بانتظام واكيد لازم يتابع بشكل منتظم مع طباء الجهاز الهضمي وخبراء التغذية